اشتركوا في القناة ومن عيدكم أكيد بها المنيسة بالمسيح قام حقا قام في القيامة لا يأس ولا موت فرح عظيم بعيش الإنسان ما بيقدر أي شيء وأي حدا ينتزع منه بقيامة يسوع المسيح من بين الأموت بأحد الفصح إذن حلقة خاصة من انتربيو مع ضيفي استثنائي بصوتها سبحت وتسبح الخالق وتقرب المخلوق من الله صوتها نعمي وهي ليال نعمي أهلا وسهلا فيك ليال أهلا فيك شكرا حقا قام شكرا على المؤدمة شكرا على استضافتك كمان الغالية على صوت لبنان وببرنامج كمان انتربيو أهلا فيك من قول الله بيعطي كل حدا كل شخص وزنات صحيح وكل شخص يعود إليه أو يستثمر هالوزنات ويزيدها أو يتركها كما هي صحيح شو الوزنات اللي الله عاتيك إيها كتر خيرو كتيرة كل إنسان لما هيك يعني بشوف لوحدة الحياة هي نعمة كتير كبيرة كل شيء يعطينا يعني الحواس نقدر يعني بالحقيقة هيك السمع النظر يعني أي شيء كامل فينا لازم عن جد نعرف أنه هو نعمة نعمة الصوت أكيد نعمة العيلة عائلتي الكبيرة وصغيرة نعمة العالم اللي حوالي نعمة أنه بعرف قيمة الحياة هايدي هايدي أهم الشيء وعشت بعائلة مسيحية هاي بحسة كمان كتر خير الله هايدي نعمة كتير كبيرة وإضافة بحياتي لأنه هايدي أنا ما اخترتها يعني هاي كمان كتير مهم لما الإنسان بيقدر يشعى بعدين هو وين يقرر يكون دي قليب من الله بس كمان أنا عاشت بعائلة ملتزمة وحطتني على المسار الصح وعلينا نعرف نحنا نمشي بعدين يعني ليال كيف تستثمر هالوزنات يعني الصوت العائلة قلت أمور كتير بحياتنا كيف استثمرتيا هلا طبعا هي مثل ما قلتي أول شي بتكون هي يعني هبة من الله نعمة خام فينا نعتبرها خام طبيعي بتجي كمان أكيد العلم الموسيقى الجو والبيئة اللي انت بتعيش فيه كمان بالعائلة والبيئة هو كمان بيأثر لأنه في كتير أشخاص عندهم طقات يمكن منعطى لقالوا الفرصة يتضو عليها وهيدا كمان عامل كتير أساسي العلم هو كتير مهم ونحنا كلنا تعلمنا الموسيقى إلى جانب كمان كان عندي علوم تاني بالعلم الاجتماع التنمية والسياسة بقى كل شيء اللي كان من حب للمعرفة الحب للعلم هيدا هو جربت أنه كمان أنا اشتغلي انحتك كمان بالعلم وتشتغلي على حالك أنا بعني لهلأ يعني الموضوع الشغل على الزيت لتقدري أنت تكوني تتقدمي واللي كان روحيا وفكريا ونفسيا هيدا شغل يومي تقريبا يعني ما بيوقف يعني ذكرتي نشأتي ببيت مؤمن ملتزم في فرق بين الإيمان والالتزام أو لا إيمان اتنينتهم بيكملوا بعض بمطرح معين يعني أنه لما بتكوني يعني ملتزم بمعنى كمان بالكنيسة مش بس إيمان يعني تعرفي أنا أكيد بحترم كل شخص كيف هو بيفكر وعنده يعني تفكيره الخاص أو هيك علاقته الخاصة مع الله مع ربنا بس الكنيسة لما بيكون فيه مكان أنت بتعرفي مكان بيت الله يعني عبادة تروحي لقاله بيكفي أنه مكان سلام مكان راحة إذا بتقدر تلجأ لقاله بقى هيدا هو أنا مع إذا بدك مش بس لأنه تعودت هيك لأ أنا صرت بهالمرحلة بآمن بهذا الشيء قبل أنت بتلتزمي مثل ما بتشوفي أهلك عم يخدوك هالأسد بمرحلة أنا بروح وبيخد ولادي أنت بتاخدي ولاديك صحيح يعني وهيدا عن أناعة وعن إيمان يعني هون الالتزام بيجي بعدنا بيكملوا الإيمان ومن دون إيمان الحياة بتبقى ومن دون الله بحس فيه فراغ كتير كبير الفرح الأساسي ما بتحسي يعني لأنه الدنيا فيها كتير خطات وطلعات ونزلات بيبقى الإيمان هو اللي بيعطيك الفرح وبيعطيك الرجا بيعطيك القوة وقت التجاري بقى وقت المحن الصعبي صحيح ليال بدي أرجع معك بما أنه ذكرت الطفولة والبيت والنشقة كنا نقول بالضيعة وأنت من تنورين صحيح يعني ضيعة اللي فيها كانائس كتير بالجبال فيها كهوف أكثر من خمسين كنيسة وبين مغاور وكني الصحيح يعني جارت الكنيسة كمان شو يعني جارت الكنيسة يعني كيف كنت كنت بالحركات الرسولية بالضيعة كيف كانت الليال هيك تربى وتنشأ مسيحيا بهم أكيد هذا الموضوع الأساسي سيدي كمان هذا نعم إضافة هلأ نحنا ما كنا نصيف ونشتى بتنورين تنورين هي البلدة تنورين كبيرة وكنا صيف فيها وكنا بالشتوية بجبال ببيبلوس بقى كمان كنا نخدم بالكنيسة من عمر يمكن ما بعرف خمس سنين هلأت ست سنين كلنا سوا بالصيفية بكنيستنا ببلعة وبتنورين بس نكون بالقديس وبالشتوية بجبال بقى هذا وفتنا أكيد كمان على الفرستان على الشبيبة بعدين الجوءة كله ذكريات هيك جميلة وحلوة فيها هيك جو جو فيه فرح جو بتحسي ببيئة نظيفة وبزيط الوقت عم بتعطي أنت عم بتاختي وعم بتعطي يعني وكمانا ترانيم إضافة كتير كبيرة حتى أنا بحسها كمان حتى على الصوت لما بالأداء الكنسة يعني يمكن الواحد كتار بيقدروا يغنوا بس مش كتار بيقدروا يرتلوا بس العكس إذا بتقدري ترتلي يمكن تقدري تعرف تستعمل صوتك كمانا بلغينا لأنه فيها روحانية عالية وتعرف يكون صوتك مصلي مش بس أنه تبيني قدراتك بالصوت وكمانا تتراعي لما عم ترتلي بجماعة أو بانفراد بقى هيدا هيدا جونا يعني جو في صلاة جو في فرح في خدمة بالكنيسة ما كيفي مشكل إذا نقدي سمارتان يعني إذا في قديس الصبح أو قديس الشبيبة يعني أول شي اكتشفت الصوت الحلو من خلال يعني بالكنيسة من خلال التارانيم صحيح هلقى بالبات إذا بدك لأنه البابا صوته كمانا كان دايما يعني بيبدق على الموسيقى بيرندح وبيسمعنا كمانا موسيقى كنا كنا ضروري نسمع نمط معين من الموسيقى يعني هيدا اللي بعين عليها بقى كمان تكتشفي أكيد موهابتك نمط راقي صحيح الموسيقى الشرقية والكلاسيكية اللي كان بمنطقتنا بلشت بالتارانيم ورحت إلى الغناء صحيح بوقت كتير من الفنانين بلشوا بالغناء بعدين راحوا إلى التارانيم بعدين اعتزلوا انت عملت مسيرة عكسية ومسيرتك عكسية بالفن يعتزلوا ليه في كتير بعض ايه بعرف بس انه ايه يعتزلوا انه الموسيقى هي بعتقد انا برأيي وبحترم كل كل شخص هو كمانا كيف بيقدر بيقرر مساره اذا بدك الموسيقى هي من أجمل لغة للتواصل لغة العالمية لغة الإنسانية يعني هي بالعكس هي بتقرب الإنسان للآخر وحتى بتقربك لأله حتى لو عم بتغني حب لو أغنيه يعني هذا أجمل شي بس كيف الواحد هو بمسار معين بيروح بالفن بده يرجع هو يشوف مسيرة معاكسة عن المسار يمكن اللي هو أخد حاله فيه بمطارح غلط بيغير أكيد غير موضوع بس انه الموسيقى بحد زيتها هي أجمل شي ممكن الإنسان يكون لأله أو يعطيه كمانا أو يشاركه يمكن عالم الفن كتير بينحكي عن عالم الفن في طلعاته في نزليته في زوريب هاي دي كنت أنا فكر فيها بالأول ومرات كنت مترددة لدخول فيها ما في عالم هو بشع لوحده في إنسان هو ببشعه وفيك تكوني أنت بالموقع أنت نفسك وينما كان ببيتك بالبيئة بشغلك لما اشتغلت أنا بالإعلام اشتغلت في برات لبنان وبالجامعة وينما كان يعني بأي مسار أنت عم تشتغلي فيه أنت بتكوني حالك بتقولي لي بأي مؤسسة يعني ما راح نجيب بصيرة حدن بس بكل المؤسسات فيه فساد وبكل المؤسسات فيه مطارح كمان عالم هن بياخدوا العقل أنت بدك تشتغلي على حالك وتكوني حالك يعني الأساس الباس صحيح المسار طبعا بالفن بيوقعك لأنه في ضو اللي كان كمان بالإعلام وبالفن أي شي في ضو إذا بدك بي يعني بتكوني أنت بتجربة يعني أكبر وإذا بدك توصله بشكل هيك بين ليلة وضحاها ما بدك 24 ساعة أقل يعني بقى هون بيرجع للإنسان هو شو بده يعني لا تدخلنا في التجارب بس مش معناتها أنه أنه أنت ما تكوني بالمكان اللي أنت بتحب تكوني فيه أنت يعني الواحد هو بيحافظ على حاله وبيفرض نفسه وساعة الطريق بدأ تكون أطول يعني وبس تبقى أكتر عرفتها على المدى الطويل وأنت بتكوني مرتاحة مع ذاتك هده الإنسان أناعات وهو شو بده بالحياة شو بده بالحياة يعني إذا بنرجع شوي هيك للرحانيات Saint Augustine كان يقول Chanté ses priés de foi صحيح إسمعه كتير بالمدرسة صحيح كل شيء منغني بيقربنا من الله أم لا ما فينا نغني ونكون نحن عم نصلي يعني كيف شو قصدك بالغناء بالفن إذا ما نحكي بالفن بعالم الفن لا طبعا في مرات أغاني يعني هي بيستعملوا موسيقى بتأذي النفس والروح بتأذي العرفتي وحتى ما ما إلا قيمة وما بتعرفي شو هي يعني لا كلمات ولا لحن لا طبعا كمانا الموسيقى إلا دور كتير مهم أو بتهدم أو بترفع وهون بنشوف كمانا لما بتشوف المجتمعات بمطارح بهبوط اللي كانت سقافة أخلاقة إنسانية بتشوف الموسيقى كمان هي صورة عن المجتمعات هدا شي طبيعي لا مش كالموسيقى أكيد بترفعك نحنا عم نحكي عن الموسيقى اللي هي اللغة الجميلة اللي هي نحنا لما عم نحكي حتى هلأ فيه موسيقى يعني لقاع الحياة مبنى على الموسيقى وعلى النغم على الصوت بقى هيدا على صوت الطبيعة صوت طبيعة هيدا كله هيدا جزء من الموسيقى بقى هيدا هيدا عم نحكي عن الموسيقى الحقيقية الصحيحة أما متبقى لما الفن الموسيقى تستعمل مثل أي شي أي برودكت بستعملي أو صح أو غلط بس حتى مع تطور يعني منشوف أنه فيه تطور اليوم على المجتمعات بالموسيقى بكل شي هيدا التطور عم بيأثر سلبا أم لا عم بيفيد بمكان ما صحيح بيفيد يعني كيف مثل أي شي نحنا هلأ بنصال لسوشال ميديا هو بمكان معين يعني مهم صار وللتواصل مهم ولما يستعمل بطريقة مئزية هي صار كمان مئزة جدا ببيوتنا بمجتمعاتنا صار كل إنسان شو مكان بيحكي شو مكان ومين مكان بيحكي شو مكان بقى هيدا هو هي كيف تستعمل يعني كل الكونتنت اللي عندك يا أنت وتقدميه بحلة تشبهك أو على قليلة تحترم المتلقي هيدا هو مهم شو أضافت التراتيل لليال نعمر روحيا أو على ليال نعمر روحيا الترنين تعرفي كل كلمنا بتضيف أكتر مرات مرات بتعملي الموضوع يعني بترتلي أو بترتلي هلأ بهمني أنا كتير الكلمة بهمني أنه حتى بالترنين شو عم بقول يعني بس بعدين فرحت لما هيك أنت عم عد شوي أنه عندي أكتر من 25 ترنين ما كنت عم عدون عرفت أنه أنا عم بعمل لأنه هالقد بعملولي فرح أول شيء ذاتي مش لهدف أنه أنا بدي جمع ترتيل شوي شوي شفت أنه صاروا هالقد وفيه نكونوا أكتر بس مش بهم مش مهم العدد بس أنه فيه ترانيم روحانية بالطال كل إنستان حتى اللي كان مسيحي أو مش مسيحي فيه ترانيم تقصية للميلاد للقيامة للألام يعني هوده بحسهم أكيد إضافي وأنا عن جد بشكر الله يعني على هالشي أنه كمان لما إذا بقدر ساعد بالمستمع والمتلقي أنه يصلي هاي دي كمان أنا بترجع لفرح وسلام لقلي كتير كبير كيف بتوصل الترانيم لكل الأديان مثلا مثل ترانيم تقراك يا الله يعني عن الله يلي كل شخص مؤمن هو بالحقيقة مؤمن بأله وهيدا هيدا هو في ترانيم هيك مواثل اللي هي فيه بتحكي عن الحب عن السلام عن الله عن الحياة عن هيدا هو ونحنا نحنا كأنسان واحد بس معرفة الله ويسوع ومريم العذرة كمان بالذات هي هيدا نعمة إضافية وين بتشوف الله الله اليوم بشو بتشوف الله بشوفه أكتر بتعرفي بكل شي بكل شي حلو حتى بعده مخبة حتى بعيون يلي بعد ما عرفوا الله وحتى بعيون المجرمين والهلأ هني مسكين الدنيا بتشوفي أنه أنه الله عم بي يعني ناطرون عرفتين يعني هكي في قوة أكبر منهم لأنه اللي عم بيصير فينا هو أنا برأيي بطل موضوع فساد بس في موضوع شر أنا صرت عم امن هلأ بالحقيقة سيدة إنه في شياطين وفي عن جد قوة خير في شياطين حقيين وهو مش بالصدفي عم يلعبوا وعم بيروحوا للشر بقى الله ناطر لكل يعني عن جد يرجعوا له وكل إنسان قادر بكل لحظة يصير أفضل من أي حدا المسار مشي طريق مستقيم إذا بدك بقى الله موجود الطبيعة بالحياة كيف بتشوف ليال نعمة الله الله المحبة الإنسان المحبة الحب العطاء أم الله يعني ذكرت شغلة إنه ماشي بالطريق المستقيم الإنسان أم في حساب الله الديان لا ما عندي ولا مرة هيك رعب وخوف من الله ولا مرة بعمل شي بقول أنا بدي أعمله لأنه خايفة من معقول شو معقول يصير بالمقابل بس بس الله كله محبة الله كله غفران بس الإنسان هو رح يتحمل مسؤولية اللي عمله يعني أنا بحس إنه يمكن بالآخر ما بعرف هيد الإيمان هيك خاص إنه إنه لما أنت تقاف قدام الله لح تحاسب نفسك لح تشوفي أخطائك لح تشوفي اللي عملتي لح تكون هيك بلحظة تقطع يمكن كل كل حياتك بلحظة صغيرة والإنسان هو رح يخجل من نفسه يخجل من نفسه والإنسان لأنه إحنا حرية إحنا عنا الحرية الله خلقنا أحرار وإحنا بإيدينا وإجرينا من الروح نرسم إذا بدك حياتنا وأكيد في حياة بعد الموت أو ما كان إلا معنا الحياة بالنسبة لأليه يعني كتير قصيرة ماشي حتى لو مئة سنة قدار بيقطعه مئة مرة بيقطع الميلاد في حياة بعد يعني بعد الموت كل واحد بيقدر هو يفسرها متل ما هو بده بس أكيد ما كان إلا معنا نجي ونروح كأنه رح جينا وما كنا يعني وهيدا بتؤمني أنه ليال بمكان ما رح تترك أثر طيب حلو بين الناس بعيلتها بالكنيسة بالفنها إن شاء الله تشتغل على هذا الشي أكيد طبعا أكيد وكلنا يعني كلنا بشر ناس يعني كل يوم فينا نعمل مئة خطأ بس فرق بين الخطأ والخطية والجريمة نحن بدنا نضل دايما أكيد عم نشتغل على ذاتنا لأنه كل يوم أنت يوم جديد بعتبر أنا كل نهار هو حياة جديدة فيك ترسم فيها تروحي للأسوأ أو تروحي للأفضل يعني بقى إن شاء الله ضل قدر يعني أمشي على على خط شو بده مني يعني هيك المسيح ولقدر عن جد أصال ذكرت بالبداية إنه عائلتك يعني بتعيش اليوم هال هالفرح بتعيشي هالتنشئة المسيحية اللي أشطيها بتفولتك مع عائلتك طبعا هلأ مع عائلتك كمانة الصغيرة صحيح ببيتك وإنت أم لخمس أولاد مزبوط الله يخلي لك لهم لثلاث بنات وصبيان ويخلي كل أولاد العالم أنا صراحة فكرتك السادسة بالصورة أنا السادسة أوكي يعني من جاي لك هيك جواست صغيرة وكل اللي عملته بتعرفي مع العائلة اللي هلأ بشوف حالي فيه إنه كفات جماعتي ودراسات العليا وشغلي وكل اللي عم بعملو كنت أثناء كمانة عم أسس العائلة وأحلى صفة لقالي إنه أنا أم وأم كتر خير الله لعائلة لعائلة كبيرة بها الأيام كأنه عشرة يعني كأنه عام لعائلة كبيرة بقى كتر خير الله أنا ببيت بعائلة كبيرة تسع أولاد وبحب العائلة وأكيد الله عطى كمان يعني كتر خيره وأحلى شي هني كمان بحياتي بالحقيقة وطبعا أكيد من روح على الكنيسة سوا لما بيثكقوا شوي يعني جيدا بدأ أسألك يعني قبل لما كنت عايشة بعائلتك ببيتك بالبيت كان يمكن بدنا نروح على الكنيسة بدنا نروح على الكنيسة هلأ تغيرت الأمور يعني بس كتر خير الله بعدهم يعني إذا ما كانوا أدسوا مثلا معي بيجعوا الكبار أوقات بيروحوا الصغار هلأ دايما بتضلي أنت يعني بيحبوا بالعكس يعني وتغوني الصغير بده يدق الجرس وبعد الأدس لصغير 8 سنين بقى الكبار كمانا بعدهم ملتزمين يمكن مش أدنى كل أسبوع بس بالإجمال يعني ما بيقطعوا وقت ما بيقدسوا لوحدهم بيروحوا بيصلوا لا كتر خير الله هيدا نعمة الإيمان الإيمان بيعطي قوة وكل إنسان مؤمن ما بتخافي منه أنا برأيي لو عمل لو عمل أخطاء لو غلط لو خطي بس بيرجع للجوهر تعفي أساس بيردك يعني بيردك للأساس هيدا جراحك يبني الترتيل يلي بأسبوع الألم غربي وشرقي كمانا ما فينا نقول أسبوع ألم بدنا نقول قيامة ألم والقيامة اسمعناها هالترتيل كتير معبرة هي من كلماتيك صحيح وألحان كلارا كلارا مطر بنتي صحيح كمان الجو الفني انتقل على عائل مطر عائلتك هل أبلغون عائلت مطر نعم تعرفي أول شي أنا بالنسبة لأيلي العلم الموسيقى هو أساسي كعلم مش بس كأنه عارفت يعني أنا مثل ما بشدد أنه يكونوا مناح بكل المواد والمواد بالماث والفيزيكس والمواد العلمي وغير العلمية بقى كمان الموسيقى هي بتهزي بالروح وهي كمان علم حتى حتى للآيكيو نفل حتى بتساعد كلهم بيعام يدرسوا موسيقى كلهم موسيقى يعني وأصواتهم كلهم حلوة لحد يتهلقت سيمز أنه كلهم حلوين أصواتهم وبيرتلوا بالكنيسة وبعد ما بلنا شوي يعني يرتلوا بشكل أنه ملتزم مع جوءة بس أنا عم شجعون بالحقيقة بس كمانا بيغنوا بيرتلوا يعني هيكي وبيعصفوا كل واحد كلارا هي أول مرة كلارا ايه عمر 17 سنة أول مرة وبالحقيقة جمع اختبار كتير خاص وكننا عطعين بمرحلة مع العائلة هي أول نهار من الصوم تنين رماد بس بتتعرض لأكسيدان كتير كبير هي وعم بتعمل سكي وكان أنا بعتبر الله خلصها من شي أكبر يعني هذا ما وكنت أنا بعدني خلصها قديسة كان نهار تنين رماد بقى مش بلحظة قالت ليه صار معها هيك قلت كتر خيرك يا الله أنه خلصها ما صار أكتر ما صار أكتر وصار فيه أكيد تعرضت العمليات وبإجراء وإيداء كساريت يعني كانت مرحلة جدا فيها ألم وفيها خوف ألم كتير كبير وألم العظم يعني معروف أديه صعب ونفسي ونفسي جدا بس كتر خير الله الواحد أوقات بيعرف أولاده أكتر أولاده أو شخص بيكتشف حاله بهيك ظروف ما كنت عارفة هل قد كمان قوية قوية على الألم قوية كمان يعني نفسيا مع كل شي بقى بس أنا هالموضوع جوة يعني كسرني كأنه صدقيني حربي وفاتت على قلبي البس اللي قلته ياريت ألم شي هيدا هو بس كتر خير الله على كل شي كان بعدها بعز الألم وبأدوية كتير كمان عالي وهيك كتبت جراحك يا ابني على الصليبي رفعتني سمرتني رفعتني إليك سمرتني كنت حسيت بلحظة قلت أنا يعني ما في مقارنة لو جع العذرة بس شو معقولة تكون حسيت هي عارفة ابنا رايح وعمين جلد ورايح على طريق الجلجلة وبدو ينصل بابنا الوحيد كل ولد وحيد هو بالحقيقة بالعائلة بس واحد كون عنده بس هيدا كان هيك بكتير روحانية وكنت كتير هيك عم صليلة بهالفترة كتبت الكلمات بوقت كتير أصير وبدأ بلش كنت لحنون رح طلع عندها قلت لها لحنة ترتيلة هيك مثل فعل أمر قلت لها كلا را بس أنت عارفة أنه عندها الموهى هي هي بيانيس بيانو بيطلع معها وقض جمل بس ولا مرة عندها يعني ولا تجربة بهاك بجملة مع كلمات أو شي بس ما بعرف حسيت بديو يطلع معها شي يعني هيك قلت لها لحنة ترتيلة وهذا اللي صار ترتيلة ممكن الأجمل ترتيل يلي يلي أنا بالنسبة لقلي يعني الديتا والديتا بهالقد كمان يعني كان في هيك رهبة أنه كمان عمقوم بي دور أمنا مليم العذرة وكمان هيدا كان اختبار كتير كتير خاص كمان معي بالحقيقة وهيك إجا العمل بشكل كتير سريع لأنه بدنا ننفذه بوقت كمان يطلع أصير بقى كمان تحييلها شرب المنصور المخرج يلي عنده هيك يعني زوق وروحانية بذات الوقت بقى كمان كان أخرج ونبيل يوسف صديق من السويد بعد تله وزع سجلت صوتي بي عند إليك اللاب وكمان تم المكسيب والماسترين كمان عند نيزار طارق بي بي هولندا وهيك العمل العمل حتى الكروب التصوير كان كتير هيك فيه فيه طاقة كتير جميلة والكل عم يشتغل من قلبه ودجواني كمان سليمين أخذ دور يسوع المسيح وبعتقد كمان قدي بطريقة يعني حسينا كمان بهالفيديو كليب يلي شفناه أنه يعني كأنه يعني أنت عم بتعيشي بس يعني لو ما سألتك معرفت أنه أنت كمان من تجربة عم بتعيشيها يعني تعبير وجيك ملامحيك عم بتتصوري يعني صورة العضرة مريم وهي طير فيها صح صح هلأ بالحقل شو تجربة حكيتي عن تجربة شخصية أو حكيتي شي شخصة بتصويرها هلأ بخلي شخصة لألي قبل منهار بخلي شخصة لألي بس اللي بقدر قوله أنه أكيد صليت كتير قبل ما قوم بالدور بس ما ترددت أنه ما كنت يعني بعملوا أولا لأنه هي ترنيمي بتقول جي راح العضرة بدأتقوليني أنا طالما عم رنمها ما حسيت أنه أنا بدي رنم وحدا عم بيمثل لا أحسيت أنه أنا لا حقدر قوم بهذا بهذا الدور هلأ أنا عاملي عدة مرات أدوار بأفلام كمانا دينية بس هلأ كان هيدا الفيديو كليب كتير خاص وأكيد ما كان عندي مشكل حتى كنت أكيد بندون ميك أب كليا بدي عن جد فرج الصورة وحتى التعب أنا كنت تعباني وقلت نوم وطعب وانهارتها كمانا من الصبح خمسة بشنايمة ساعة ونص بالعكس كان هالشي كمانا عم بساعد وأكيد مع الصلاة أكيد لأنه دور في رهبة طبعا أنت كمانا بسياء حديثك قلت أهم شي أهم دور هو الأم وأنا مبسوطة أنا عم بعيش هذا الأم صفة الأم صفة الأم مش دور مش دور إذا بدك على الحياة ما فيش بقوله يعني مش اليوم أمه عبكرة هذا لكن الحياة أي متى تتألم مع أولادك بأي حالات بأي ظروف عشت أو تعيشين الألام مع أولادك طبعا أنا بالألم الجسد يعني أنا بقول يا رب أنه بعود عني كل كيس أنه مش الهيكي يعني مش معقول ملا كيس مر اللي بيفقد ابن أو بنت يعني هو دي منقول أنه الله يعطيهم عن جد الصبر لا يقدروا يتحملوا كل حياتهم لأنه مش ممكن ينسوا يعني لو بيّنوا أنه نسوا بقى أنا بلحظات إذا حدا مصخن أو مثل ما صار مع بنتي هيدا أكتر شي اللي أنا ما بقدر وقال الله بيعطي القوة أكيد بس بهيك لحظات عرفتين ما نهاينا وبتزعلي كمان مع ظروفنا سيدي يعني لما تكون أنت عاملة ورسمة هيك صورة أو مخطط أو بلان لأولادك أنه يقدر يضلوا باللبنان وتعيش معك وحدك وكل الصورة عم بتشوفي مع كل الأم أنا عم بشعر يعني لما لما ولد بيروح وبتحسي رايح ومش فكر يرجع لما بتشوفي أنه أنت حتى حتى كمان كنت مخطط ومغلطت بمسارك اللي كان الشغل المهنة أو بأمورك العائلية تقى أنت عملت وانكسرت عمله جريم جماعية فينا يعني حطونا عدمونا كلنا بقى هيدا هيدا الشي على الشباب هلأ أنا بتعيشين يوم بحوليتك أكيد وتخافي وعندك هدف كلمة خوف ما بعرف ما بعرفها مش خوف بس أنه بمطرح معين أكيد أنت بقلق لأنه اللي صار فينا مش هين وأنا بعتبر بعد مستوعبني باللي عم شوفه كمشهدية يعني عم نعيش عم نعيش بمرحلة عالم عم تموت بصمت والأخطر أنه عم نفقد الأمل والأمل هو ما فيك إذا فقدتي يعني فقدت الرجع وفقدت الإيمان وهيدا مخطط يعني لأ اللي صار فينا مش بس مش شيء مش حرب اقتصادية حرب نفسية لعن جد هيك سير في عنا الأحباط ونفن وللأسف مرات عم نضعف يعني هيدا اللي عم بيصير ولكن دايما منقول بقيامة اليسوع المسيح بيبقى في رجع وإيمان هو وأنا عندي عندي سئة أنه هالمرحلة ما لازم بقى الطول بس أنه في مرحلة صعبة علينا مش هينيا ما بعد الألام الموت والقيامة ودايما منقول متى ستكون قيامة لبنان دايما نطرح السؤال ايه متى هيدا بعد أنا عندي السؤال ما في جواب ما في جواب ما حدا عنده جواب ما حدا عنده أنا باعتقد نحنا صرنا بحاجة لمعجزة لأنه نحنا عم نمرق بمرحلة استثنائية عاجز كتير كبير على صعيد الأفراد والأفكار والسراتيجير شو معقولة وحدا نهتم بالشعب يمكن بحاجة لشي تدخل إليه بالحقيقة بس دايما عندنا أمل بهاللقاء الحلو اليوم معك بالفصح المجيد شرقي أنا بدي أشكر حضوري أهلا وسهلا فيك خلصة المؤاملة رأت سريعة عم تشكر سريع أنا بديت شكرك على الفرصة أول شي شكرا سيدي أنا برامجك كمان بحبة وهم كتير بهالمرحلة المواضيع الاجتماعية والألم اللي عم بتعشي كمان مع الكتار أسبوعيا وصوت لبنان هو بنعتبره كمان بينقل صوتنا أنا من خلال صوت لبنان بحيي كل اللي عم يشوفونا وعم يسمعونا وعلى أمل أكيد رجاء وقيامة لبنان وكل الشعوب اللي عايشي مخاض كتير كبير والمسيح قام حقا قام بشكر كمان الأصدقاء المشاهدين والمستمعين اللي تابعوا لقاءنا اليوم بانترفيو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة